مصيكم بالخير مصيكم بالخير وعفواً على أزعيشكم بآخر هالليل شو اللي عم نقوله بهالليديو فيه انتخابات أمريكية سنة الـ 2024 بأمريكا بده كل واحد بده يترشح بيترشح بعدين بيتوجهوا كلهم إذا حدا نسحب منهن نسحب وإذا بقيوا كلهم اللي بيبقى بده يروح على الانتخابات الحزبة يعني إذا كان جمهورة اللي معاً بطاقة بالحزب الجمهورة بدهن يختاروا واحد منهم بالأكثرية والديمقراطيين نفس الشي هلا الحظ هلا حد هالليلي هيدا خمس مرشحين الرابع ببومبيو اللي كان وزير خارجي بعهد الرئيس دونالد ترامب ودونالد ترامب إذا هاللي هاللي بيدن يعلنوا ترشيها إذا الرئيس المشكلة اللي الكبيري ما منتخبود الجمهوريين أنه هو يكون مرشحون بالأكثرية لخوض المعركة الانتخابية كل التقارير وكل المعلومات اللي عم بتبين وأطباء ده كاترة العلوم النفسية أنه بيعلن ترشيحه كمستقل بيعتبر حيله أكبر من الحزب الجمهوري وأنه هذا الجمهور كله هو لأله يعني هون بيكون ضرب سكينة كبيرة للحزب الجمهوري عن الديمقراطيين بعد ما بينات الرئيس بايدن وقت اللي سألته صحفية أمريكية عم بيقولوا أنك بعمر معين أنك أنك ممكن ما تترشيح جوابه بكلمة عالطريقة الأمريكانية بيستعملوا أول حرف من الكلمة F الله أنا بعرف F عمري شو هو بس بيّن علي أنا أضع عيد الميلاد بالبيت الأبيض ما رع على بيته بالولاية اللي هو كان سيناتور فيها قبل ما عمل نيبر رئيسة من أسنين عنده بيته هونيك وتقولوا يلي عيد الميلاد كان برد ممكن بس أنا بتحليلي بقول إنه ممكن هالكلمة اللي الله الله إيه بعرف أنا F ما بدي كفي الجملة عمري هلو أنا بقول إنه قاعد بالبيت الأبيض عيد الميلاد بتقديري أنا ممكن كونه مغلط بس بخبرتي اللي عندي هي إنه لسه كم عندي سنة بعيد بالبيت الأبيض هالسنة نين وعشرين وثلاثة وعشرين والأربعة وعشرين فخليني قضييها ممكن في شي مهم دي سنتس هوي بيناتن هالكلون الجاهز ممكن بومبيو يقولوا إنه أنا عندي خبرة عالفترة قصيري بالسي اي اي هوي خدم وطنه بومبيو متل ما خدموا دي سنتس كمان خدم بالبحرية دي سنتس ف وعندي خبرة بالعلاقات الخارجية عملت وزير خارجية هاي دي من مهمة المهمة شغلي مهمة إنه دي سنتس نجح كحيكم ولاية كاليفورني يا هالتورو نجح بحكم ولاية يا هالتورو على الصعيد الوطنة خمسين ولاية واحد وخمسين ولاية هل عندو هالخبرة هون موضع ما نعرفينه يعني موضع استفهيم عنه إذن اعتيتك هالله شو اللي بده يصير خمس مورشحين شخصيته لا دونالد ترامب بيعتبر حيله أكبر باللبناني منقول أكبر من الله بيعتبر حيله بيعتبر حيله أكبر من الكلب إنه مني يقول الجمهوريين والديموقراطيين أنا أهم منه حلوها المشكلة والدليل هالتويترات اللي عم بيعمله إنسان عندو جنونة العظمة فهان معناتها بيضرب سكينة كبيرة للحزب الجمهوري حلوة صرته هلا أنت عارفين معي ضايقة أو ضايتان حتى أقول كلامي بسرعة لا يقول تلكم بالأول واضحة ما بده كثير لبنان ما عيد بالاهتمام البشرية والدول الكبيرة ما عيد لبنان هالاهتمام المهم بس أهم شيء باللبنان هو الغاز إجت إيران بميليشية حزب الله باللبنان قالت لهم من وقع لكم على الغاز وميليشية حزب الله بتكون هي الشرطة البلدية اللي حامي هالمنطقة ما حدا بيقرب الهوني عطيوهم قبيلة حكومة العراء قالوا بهالفترة هيدا الغاز لاهي العالم والحرب الأكرونية والتصلح وشايفين اللعبة ممكن أنه حسن مصر الله تصرف من عندك يعني ما بيطلعوا أش صوير بلبنان الجيش اللبناني حسن مصر الله هلا كهو رئيس لميليشيا الإرهابية الكبتاجون اللي اسمه حزب الله قادر يعين اللي بده إيه قادر يعينني أنا ويقلهم فوتوا بتخبص لمية فراجية كلهم بيفوتوا قليل ما بيفوتوا قليل معروفين يعني ما بيفوتوا على شغلي مثل هيدا وما بيقبلوا فيه ولكن البوقيين بنعرف اللبنانيين وشفنيهم شفتم بأوروبا أنا ما حدا بيحكي عحيله ما بدي حكي أكثر مشين هاك بقول إنه بيقدر يعين البدولي وسلم زهرون حطيت الكن الفيديو يلي قوله الجيش اللبناني أنا لو كنت محل الجيش اللبناني وماني جايبها من عنده جايبها من اثنان تلاتي جينارالية كبور كتير ومن فطرة قولوا لي لا بقى تحكي عن لبنان ركز على المنطق إنه الجيش اللبناني يعمل الدفور طب ويقول ها كلها الكذبة انتخابات ومجلس نواب ها كلها أنا مني مقيمة فيها أنا أمثل الشعب اللبناني وكل واحد سيادي وبيحب وطنه منكون كلنا سوا تحت الأمبريلا السيادي والوطن هدول فيزدين بفيزدين بفيزدين أنا برفطها ها كلها في مجموعة من الجيش بدني قولوا هالكلام بيصير بيصير فينا مثل الأوكرانيا ما عنا مينة ما عنا مينة ما عنا مينة أبدا ساعتها بدون يتدخلوا الكبار لأنه مصالحهم أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صارت المواجهة مع العالم الإسلامي العقول المهمة بالقرى الأرضية أصمتهم بواسطة إيران وعملتها مذهبية شيعي سنة بهالموقف هذا الوطني للشعب اللبناني مثل الشعب السوري مثل الشعب الأوكراني يعني التضحيات الكبيرة اللي قوم فيها ساعتها بده يصير في تدخل لأنه عم نخربط لنا اللعبة كلها هذا اللي مبين الحد هلو أهلا وسهلا فيكون اعتاد كم من هلو شو بده يصير بالـ 2024 أكتر من هالخمسة البوقي ما قلن إيمي ما بيطولوا بين سحبه هؤل الخمسة اللي بدنا يبقوا للآخر بيضلوا أربع للحزب الجمهوري للحزب الجمهوري إنهم يختاروا واحد منهم ودونالد ترامب بيعلن إذا ساعت الخمسة إذا ساعت ما أغذل هو الحزب يختاروا بالأكثرية بهو يبدو يخوذ المعرك كمستقل وإذي قلت لك أنه مبعب يردد وأهلا وسهلا فيكم